السلام عليكم أعطيكم العافية اليوم التاريخ 13.12.2018 كشتتنا في مماشرة ولكن مع قروب ثاني فششنا توائرنا حاليا أنا هنا لا فشش توائري الشباب محطة البنزين فششون توائرهم وإن شاء الله ننطلق إلى البط هذه نقطة التخيم خيمنا خيمنا وهنا المكان القاعدة ندين عضاء الرحلة هامن هامن كيف عالك عبد الرحمن برحامن طيبون طيبون شوفه الاستائل النار وثاني عظو يوسف النعمة بواربي الطيب الغالي نذهب إلى السعدي سعد العماني سلم عليهم سلم عليهم شنو يبقى شغلي ديد من الأمريكا ماشاء الله واخر عضويان سوف ندعي هلا العبد كيف حالك هلا مع الفير بت سوف نذهب سوف نسول على المقاربة على ما نركبها هي عبارة عن شواية أو دوة متطورة لأبعد الحدود نستخدمها بطريقتين نضع ريولها نضعها بطريقة هذه نضعها بطريقة هذه لكننا قاعدتنا أرضية ماذا سوف نفعل؟ سوف نسكر أطرافها كلها مش صار نفس المشخال تلاحظون لو أضع داخل سوف تبين معناته أي شيء سوف أشبه داخل سوف يوزع الحرارة علي لي برا ما سوف تسكر علي الحرارة يعني إذا قعت حوالينها سوف يستفيد من الحرارة من الأجناب ومن فوق فتحات هذولي أو البايبات فيها ثلاث مجاري حق الهواء يدور الهواء فيها بحيث إن إذا حطينا الحطب ما يدخن غير هذا سوف أسرع اشتعاله ما أسرع اشتعاله؟ عندنا الجهاز هذا الأصفر عبارة عن بطارية ومروحة تحمل الحرارة ونفسها باوربانك أقدر أشحم فيها تلفوني وأقدر أتحكم فيها عن طريق الابليكيشن بالتلفون أقدر أسوي كل شيء بالتلفون مجرد أني أشقلها عندي ثلاث سرعات أقدر أخليها على السرعة الأقل شيء أو المتوسطة أو العالية تفيدني فيه أني أقدر أسرع عملية النار وأقدر أزيد النار وأقدر أقصر عليها شون؟ عن طريق الهواء اللي يدور داخل كل شيء داخل الشوايا مصمم إنه يتحمل درجة الحرارة شكتر تطول وياي البطارية إذا خليتها على أقل قوة رح تشتغل وياي لمدة 24 ساعة إذا خليتها على القوة المتوسطة رح تشتغل وياي 10 ساعات وإذا خليتها على أعلى شيء رح تشتغل وياي 5 ساعات عندنا الشبك الداخلي أقدر أتحكم فيه أرفعه وأنزله على راحتي إذا بحط حطب أبي شغلات كبيرة رح أنزله لي تحت وإذا أبي أحط فحم بس أقدر أرفع الشبك هذا مجرد أني أسحبه بس لعلقة هنا شوفوا بالمكان هذا خلاص من أسحب خلاص يطق هنا ويثبت لي فوق بحيث أني أرفع النار لي فوق حق الشوي وعندنا الشبك هذا شون يفيدني فيه هذا الشبك أقدر أشوي عليه وأقدر أركب عليه الشاي والقهوة وإذا أبي أعبي النار تحت مجرد ما أني أمشي هذا على السلايد ما لاح يطيح فيه لوك خلاص حتى له هني غواري أقدر أدنيهم وأعبيها وأرده سكر وإذا أبي أقلل النار مثلا ما بي لغوري مباشر تدام النار أقدر أركب الغواري هنا وأدنيها على الجم ويحوشهم طرف النار أنا لا أصبعي العيد هاك هكذا يبلي العيد نأخذ النار هاك نأخذ النار عن طريق تابريت اليوكو تامر تامر متراع الله تابريت هذا تابريت هذا دائما نستخدمه في رحلاتي remember من شركة اليوكو وكيلها old degrees في الكويت في 20 حبة كل حبة تبوياء سبع دقائق شبانة شبريت اليوكو بالبداية يلا شب لنا المروحة أين نضع فوق هذا الحبيبي يقول لحة على ما لحة لا أدري المهم هذا القشر إذا طلعت صح نعم المهم القشر أي مرتغال يلا يلا شغلنا شغل شغلنا على الفن بسم الله بسم الله شوفوا الفتحات الهني الآن عملية الإشعال السريع حط لنا حطبة زيادة حطبة فوقهم لا تردد بس تشب لنا الحطب بالبداية وبعدها توخر لنا الدخان خذي على اللو أقل قوة نخلينها لا تشب شوي عدل بعدها نطفيها حجي بي ثلاثمين 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 شباب الله يا حلب حلب والفهود أكيد الأشود نعم 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 هذا تلتحيز اليوغنة اليوم شفنا الضربة يا حلب شائر القهوة سود العماني السلام عليكم حليفة زعفران والهيل القهوة المحق خارج رائع كلها أشبة لها 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 من المذي ذكر أهلا ب vedنا عدم الت worrying ان شاء الله الوجهة الى مجدوغة هناك ابو حمد يوثق فوق وبما ان الورغ صار تطعيس نقدر نقول اكستريم زيادة فنحتاج ان نخشن معاوناتنا فانا عندي المعاون هذا اقدر اخشن بالطريقة هذي حق الطقات الخفيفة والطقات اللي هني طقات عندي القوية وهني طقات الخفيفة المفاجئة فصار عندي عياري تحت كده من الصوبين وهني طقات الحين خشنت الجدام على الفل واللي وره كذلك لان ضرباتنا قاعد تصير غوية وقاعد نطعس بشكل سريع يعني قاعد نمشي فوق الاطعوس فنحتاج ان نخشن معاوناتنا هذه ميزة بميزات المعاونات الاجستبل التواير الحجرية في مثل هذه الامور الحين قاعد نقطع بالنفوذ من المعشر الى مجدوبة فالارض تبدأ تغير واغلب المكان يصير في حجرة مثل الشكل هذا يعني الحجرة هذه قاسية بعد شقيق التواير عندي فيديو قبل سنتين او ثلاث سنين كانوا ايان سيارتين ممجهزين وبنشروا ثنتين هم بسبت الاماكن الوعرة من شذي انا استفيد من تايري الحجري بالامور هذه لما يقول يفيدني بالرمل وبالطين وبالصخر حق الامور هذه لما ابي اقطع بالصحرة بالنفوذ خلاص تفيدني لو شنو كان جدامي والله الحمد شنو كانت الارض جدامي راح التاير يتحمل اكثر من تاير الوكالة او التاير العادي التواير اللي استخدمهم ميكي تومسون ديغن السنة اللي طافت واللي قبلها كنت استخدم اللي هو الـ ATZ حاليا انتغلت الى الديغن من بعد اربع سنوات استخدامي الـ ATZ والله الحمد كان ممتاز جدا مشيت فيه بكل مكان لمدة اربع سنوات مشيت عليه حوالي 200 ألف كيلو وهذه اول سنة تجربتي للديغن ومبدئيا ممتاز جدا بالخط وبالنفوذ تحول طريقنا الى الاحجارة ما شاء الله شوف الارض تغيرت وقفنا هنا وريحنا مرة مكاننا شوف الارتفاق هناك خيمنا العام مجذوبة نتعوس لذاك الصد شوفه ما شاء الله نتعوس سوف ننتقل الى الـ البريتشات كان حولنا ولا اروع كلنا نقيان سوف نطريجنا 25 كيلو الى البريتشات من مجذوبة الى البريتشات نقطعها نفوت سوف ننتقل سوف ننتقل هناك تصوير لا يوجد احد سوف ننتقل ما شاء الله شوفوا المناظر رائع كيف سوف ننتقل مثل هذه الامور ما شاء الله ننتقل 47 كيلو نفوت شوفوا شاء مدة تطعيسنا ساعتين وخمس دقائق ان شاء الله فهنا لما اتكلم عن معاون اقول لك ايه تركب معاون صجي ما اركب معاون عادي فمعاوناتنا اكثرها فوكس احنا نستخدم الفوكس لانه مخصص اصلا حق سباقات فما راح يقول لا بالتضاريس هذي اما المعاونات العادية يمكن من تلقاه في بداية ما تدش البر او بداية تطعيسك تلقاه يعطيك كامل الاداء طبعا هم كامل الاداء ما راح تقدر تغارنه بالفوكس ولكن بعد ما تمشي ربع ساعة ثلث ساعة ومعاون شقال اقصد مو شارع قاعد يتحرك فبعد فترة راح تلقى اداء المعاون راح يقل راح يحتر ويقل اما الفوكس لا راح يعطيك استمرارية اكثر بالبر من شدي انا كان عندي قبل الفوكس 2.0 اللي هو بدون رزيرفور اللي هو البطل الاضافي وغيرت الموسم الاضاف الى الفوكس 2.5 مع رزيرفور اللي هو يتعير ليش عشان يفيدني بالتضاريس هذي خلاص اعتمد وين ابي اطلع ابي اتمشي بالديرة عندي اناعم على المعاون وخليه حق ما يمشي شارع اما اذا اريد اتمشي بالشكل هذي احنا بعد مو قاعد نتمشي اعتبر التضاريس شوف التضاريس دار ما دارنا وماشاء الله ترى يعني هم شوفه 48 كيلو هم وشوية انت قاعد طعس مو قاعد تمشي على ياد السيدة هو التضاريس دار ما دارنا هم بعد مسافة لي مخيمنا هم وقريب مخيمنا فالشي اللي احنا قاعد نسويه هذا احد اسباب اختيارنا للفوكس انه معاون ماشاء الله ما احد يشتكي منه وادائه معروف اغلب اغلب ملوت السباقات قام رحاتوني اغلب ملوت السباقات يستخدمونا سواء سيارات سواء باقيات معظم شركات تجهيز للبر التي تري شي سبيشال تجدهم يستخدمون الفوكس تشتري سيارة انضبطة حق البر من شركة اجنبية لنفض امريكية تجدهم جاهزين الفوكس ماشاء الله شفت نسور ما شاء الله هم هذا عقاب السباق الاطاف توفقنا بنسور والحين توفقت بعقاب قاعد يطير جدامي هذي وقفتنا الثانية نريح المواتر قطعنا 58 كيلو من مطعوس شذي شكل هذا مكاننا مال من اسبوع اللطاف شباب اسباتون انت البريشات يسرحون الممشرة ما شاء الله مع الغروب منظر ولا الممشرة نفض يميننا وحين البريشات نقعت الماء ما شاء الله لالحين طريجنا 63 كيلو قطعنا بالنفوذ رحلتنا كانت 110 كيلو نفوذ مخيمة تمت الرحلة بسلام والله الحمد والحين نعيش أجواءنا داخل المخيمة من الهواء شد ما شاء الله ذرينا بسيارات وضعنا وضعنا الضاري ممتاز وحين عشان من هيدة بوحمد تأكلون اليوم عادة انتم طبخ ايبا يقول صحي عادة ان نطبخ بس هالمرة أنا راحة ما شاء الله ما شوية اليوم تفضل ما شوية لدينا من كشة الامريكان ما شوية ما شوية ما شوية اليوم ما شوية اليوم هذا هو البرجر من مستر كليفر وفي شي تحت وعندنا الريش تدبيل شي سبيش بالتشد وشوية ما شوية وشوية اليوم تستر ميطة والتستر والمرة صد جيب البر هنا مرات العبد ينكح البرجر الآن نأخذ انتقادات بالفيديو شون قاعد تاكلون ببرجر ماذا تأكلون بيرجر بالبر؟ بيرجر طولي ماذا تأكلون بيرجر بالبر؟ هذا أساسا كانت دبيحة حلو الكلام تحولت إلى دبيحة لحم مدور طولي ما لديك اليوم يا سلام يا بو حمد يا سلام شوف شي صعب طبعا نريد أن نرى شوائد على الجن لأنه هنا لا يحدث على النار لأنه هنا يضب على النار يوم الأخير يوم الأخير يوم الأخير نفسر إن شاء الله نقبل أشك النار نصلينا نطبطنا شبتنا نشاط الغيم مسكر من أمس بالليل غريبا نسكر الغيم بس دار علينا هوا غوي وعلى الساعة تقريبا 11 ووقف الهوا نهائي ورد مرة ثانية على الساعة تقريبا 23 وقف النار وقف النار يحز ترمتها سبحان الله طبيعة حلولة نتشغل 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 هذه النبدة النقصان التي نشوفها ميتة مراكنة وقت ميتة نتشغل نشغل نتشغل التصيدي حتى يكون هناك ترابات التي لا تستميلك في مطار نرى دائمًا النغصان يجب أن نرى المطار ماشاء الله سلام عليكم ربا يودو ربا يودو ربا يودو ربا يودو بلوغ المستقب بلوغي بلوغ بلوغ ماذا يعني؟ بلوغ 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 هنا كشتاتنا نقع نلم شغلنا كله نرتبه نرده بسيار بعدها ننظف مكاننا ونمشي إن شاء الله إلى الديره هذا شغلنا كله شغلنا ننظفنا مكاننا كله وشلنا وصاخنا كله بعس كمالله تشاص لزبالة ننقطهم بالحاويات برا دائما يترك المكان مثل ما كان نبادل شبال قواهم الله قواهم الله يا هلا قواهم الله 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 نعم 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 سلام عليك سلام عليك سلام عليك نعم 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 إلى اللغاء يوتيوب